اشتركوا في القناة اللي دوت معانا الزوجة الاولى دياله حول العلاقة ديالها بالزوج محمد حوالي 45 سنة نقشنا الموضوع معها نقشنا مع الابن ديالها اللي هي يوتيوبر توريا وكذلك كان معا الابن دياله اللي هو له عنده مرض عقدي مشاهدين الكرام الجزء الثاني اول ظهور للأب اللي تكلم لنا على سبب التصدع او النقاش مع الزوجة الاولى الآن معانا الزوجة الثانية ما هي نوعية العلاقة ديالها في الموضوع وكذلك كيفاش كانت الزوج دياله بمحمد تبعوا معايا راشيدة انت الزوجة ديال محمد كيفاش تلقيت بيالنار اللي والله وسيدي انا تلقيت بيه كان الجار ديالي ووصي محمد انا كنت سكن في واحد الحي اللي هو سكن فيه بوحده معا معا رجال هو كما كنت تقول معاشران تليباتير كي يخدم خدام كان شيفور بسكين فرموك مشي دياله كان عير شيفور فرموك وانا كنت سكن في الحي اللي كان سكن فيه هوايا معا رجال صاحبوك يخدموا معاه كيمشير داروك تقريبين علم اللي عياد اللي عياد انا كن شفوه كي يغبروا كي يبان كي يغبروا كي يبان ومهم كان عنده هو كسيبة كان كي يجيبها من العام العام كي يبيعها في الدرب كان الحكم انك انت ممواقز في هذا الدرب كي يبيعوا الحوالة المايا كيفاش عرفتني مشي ديالي شريء انا الحاولي من عنده وعندي وليتي صغير عندي وليتي صغيرة عنده 4 سنين من الطريق ديالي من طلق به وانا اخدام هذه الساعة والدار ديالي انا مشيت شريء الحاولي تعرفت على السيدة شريء من عنده الحاولي دازت لي ودازت لي جاءت واحد السيدة جارتي الله يذكره بالخير قلت لي عرفت السيدة هذا السيدة سيسوي عليك وكري سيسوي عليك وعرفك مطلقة وبغير يجوز بك قلت لي عندي ولدي حاضنا علي ما نقدرش نجوز وانا حاضنا علي ولدي قلت لي يشوف هذه السيدة ركيبا معقول ونحن يبلينا في الدرب وانا عرفوه توكلي على الله وانا الرأس المغطية حسنا الرأس العريان جاء عندي الجد الولدي وانا يقدر يشوف في يدابه كان الجد الولدي كان يصير علي وخانا مطلقة من عند الاب الله يرحمه كان دائما يصير علي ويعيد علي وانا الرأس الزوجة يسمع وانا أصير يشوف وانا رأس وانا رأيت أن أتجوج وخبت الطالق الذي هو والدك يأخذ لي الدر قال له السيدة بنيتي تجوجي ولم تخافيش والد والدي أنا الرأس المغطية حسر من الرأس العراء هو وأتجوج وولدك لا تخافيش عليه اذكره ولدي انا بقاتك وكغادية جوش بهذا السيد على سنتي والله ورسولي اخديته مسكين كان كاريع البيت وخدام ويمشي البلاد دياله من العيد العيد عد الأم دياله والزوجة دياله وعدوا ديك ساعش ربعات البلاد والولد وقال لك رمجوج طبيعة الحلقة اللي يمزوجه وقبلت وشرط علي الشرط وشرط علي تنشره دياله لو عاوديني الشرط اللي درست بيناتكم انا عاودلك شور انا من اللي اخته اخته في داري انا كانت عدي داري وكتخدمه وكتخدمه في شركة اللي هي المدير دياله واخدي ديالي وكتخدمه شافت شين ويشوفي الأولاد ديابة ويقولوا عم تلك تهدر ما كان كذبش قلت ليش سر ديالي ناخدك انايك تبقى معايا في داري ودخل عندي داري وتبقى معايا الأم ديالي والديالي وليش ينهار نهزرتيهم وليش حاجة عامر عرفة الجواج مغي يكملش السرط علي تهو انه عنده بنياته وعنده مرتفة في البلاد وعنده معها مشاكل وذلك المشاكل خلتهم لا يطلق الام ديالي ومعندهش لبنات وعنده كل البعات الابنات كانت تقول يا صخطر دا إذا طلقت هذا المشتتها سير عيش حياتك ولكن خليني أنا مع ابنياتي خدم واجي من العياد العياد قلنا قادين تهله فيها وتهله في الام ديالي وتهله في الابن ديالي اللي عنده فضل كبير على هذا السيد اللي عنده فضل كبير على ودي وولدي وخمعتها شهدان لا يستطيع فضل الام ديالي وعنده تقربي وقد قل لي هذا الرجل هو البتل الولد ليس كنا نحن ببتل الولد لأن البتل الولدي خصية كبيرة ومعروفة قلت غدا كان قارغ في الام ديالي ربيت البنية وأنا أعمل هو يعمل في الصحراء يعمل في وزان ويعمل في زناتا وهو يسمعني يوصي لي العساس وليس يوصني للطوبيس وفي الخمسة السباح نصلي الجرف في الطوبيس يوصي لي العساس والعساس يوصني أعمل في شاطئ النحلة المدير دي الشركة الله يرحبك بقيت خدامته تزوش في 87 وعندما كانت تزوش في 90 وعندما كانت تزوش في 90 سنوات ربيت البنية لأنني لم ألدت ودخلت ولدي المدراسة عنده 7 سنوات ويشده من يده ويقول لي ويقول لي مولدي يجيب لي الطالق ديالي وصير دياله وليس يشده شد السيد في يديه ويقول لي طاول يا هي أنا لا أعرف أي حال في النفقة ويقول لي مولد الأول ويزيد عزيلي ويقول هذا هو الرجل لك سنقلب عليه لأنك تريد أن يحميني ويحمي الأم ديالي اللي عندي الأم اللي أنا خدام عليها وخدام على أوليدي لم يعد أحد عند الله سبحانه وتعالى وعدي أنا وبضاري وبفراشي وبأتاتي والناس كتشهد ورامك يشوفو فيها لكن نكد هذه العراقة الكلام ديالك رأى واضح في الموضوع السؤال اللي غادي نسولك هو أول لقاء ديالك بالأم دياله بالمرضات ومن مورها غادي تقول لي نار لي مشيت عند الزوجة الولادية تسعين ربيت البنت وماتت لم يعد الله أبقيت ثلاث سنين أخرى حني علي الله بادة البنية التي هي قدامكم ويكا نشوفو فيها تلاتة وتسعين بقى ديالك أنا كان أعمل من لي ولدت هذه البنية شافية قال لي سأتكرر في صيف الخدمة أبقيت أمشي ولدتي بنية وفرحان بيدة البنية وفرحت ببنيتي وفرحان بيدة أبوها قال لي أعطيك الله حقك وخنا عندي البنات أنا كان طيح عليها ضمنك لا أعطيك البنات تلاتة أبوها أعطيك الله ودعني خدتك المشروع قال لي أحسنت تخدمي في قد ويخدمتك وقد كبرت بنيتي وصلت بنتي عام لم يوصلت عام وضع شهرين وخذت حسابي وخذت العزرورة لي حدثت براكة قلت أنني أخبرت لي لم تلقوا بشروع أنا قلت عينها في الطاكسي لكي أخبرت ليشتراك لديه مرموك قال لي أن يكون أحد السيد سيكون يتناسب الكميو ومن ذلك الكميو وبينتي شهرين أنا بنتي زادت في 93 شهر ثلاثة والكميو قمنا بتلقى شهر خمسة ويقول لي أنت دخلت لي بركة مسعودة حتى أنا كنت أسمعك يقولوا كان عنده الكاميو وكانت عضل عد غدي وأنا باقت السعبة كارية أنا كنت أقول الحقيقة أبا أنا باقت كارية أخذ الكاميو وقلت أنا كان طلعت الكاميو جاء لعدي الأم لي المريضة توقفها قال لأمو تعالي شوفي بنيتي أمو بسكين هذا كل نهار سوف تشوفي وليس سوف تموت في المرسيديس 240 أخو هوت للبنية حطيتها في حجرها أمو بقى حيا قلت يموت توجوش في عام واحد أمو أمو شدت البنية ويد قلت لي أوليدي وقد قلت لي لي زار بحالك قلت لي خليك بمجموع الله يجمع شملك قلت الله يبدوك لبنات على بناتك أمو بسكيني شاب تلك الكلام قلت لي يا بنيتي يديري بالوصية سلغت دم شد السبطة لقيت أمو توفاتي بقيت ديري بديك الوصية داز هذه المدة بقيت كنكبر في بنيتي بدأت هو يخدم في كاميو واللي هو كريدي سأتعود لي على نهار الناس عند المرتون الأولى تشوفها المرتون الأولى هي اللي سأتجي أنا سأقول لك في فجأت بقيت أنا يا ما الذي يخدم في المواكن حييت المواكن تشريت ساروت أنا هو يخدم في كاميو جديد كان يخدمه في كاميو يخدمه على كريدي وانا هزى الدار أنا هزى الدار ومشيت أخرى حييت المواكن بيعتم زيت شوية عديد هايب وقيت هنا كانت في الوقت زويدة شريت ساروتة نوية شريت ساروت بجوجونس وكريت ب 9000 ريال قدمت المحل محلا بق اضعت الخدمة من البلاد وحطيت ربعة الخدمة وانا مع ثلاثة وبدأوا كي طيب وذلك شيت المسممن وحرشة وذلك شيء وكانت أعطي البنية في البوسطة كان ضل في الحانوس ما من عاماجي؟ في 1993 بنتي اللاع بقى لم يكمل عام ونف ربعة وتسعين وكانت تكلم المسممن؟ اي انا اللولة في جاملية السابعة وقال الله يمسخك احدا محكمة لي الموليتامين وجات عدي المرت العمي ديالها قلت لي يامبروك اول مرة تشوفني مرت عمي وقفت على يبطانه وبيتاه وشفت هي هاه وهي اللي وصلت لي من الخبار وبدأوا كي يعيرو وكيقولوا انا مرتك الطيب المسممن عندنا المحال ديالي كمشين شد الوقت كنجيب ألف درم في النهار ديك الساعة وديرا مع امو اللي مقابل لي المحال ديرا معاه بالنصيب ودبه ناعد شي كله فهمناه دبغت عود لي اللقاء ديالك بيح اي انتو كيفاش ولدت الود جاب الله الوليد ولدته هي ولدت الود اللي هو هاد المعواق بسيك اللي هاد المريض وانا بعد عام ولدت الود احنا دبا دوزنا واحد المدة انا في الحانوس هو في الكمية انا في الحانوس هو باقي المشل نشد باقي في داري داري اللي اخذني منها ماتت الام لي بقيت انا ولداتي وهو تهوت زاد عدو الولد زادت انا تنين الولد سبحان الله العظيم من اللي انا يا صافي ادلت الوليد بقيت تخدمها في ذاك المحال هو بسكندر عمالي يفتح فتح عنقه هو حدت لي واحد الكيس هي ادت باقي الم ويلدها في ظهره اقلت تقلب وانا ترى اقلت ايه رابعة اقلت تقلب علي وانا ترى انت منذر العملية قال لي وانا عمي المتفين بروكا اركبت الناوية في الطنوبيل اقلت ايه ما تقلت ايه اقلت ايه قلت اقلت ايه اقلت ايه اقلت تدريد الامن عامتتي لها يهتم تعمل وقلت لي طيب قلت له عني ادرأت الزرستك عارفت جوة يجب فلسما لا يرى لست اذا لا تحرك بيش عند الناس وقلت على ذكرة لتقل عارفتك وراجلك وقد تمنحي ومرحبا بك ولا ندب عليك و pied ربي شاهد علي ربي شاهد علي ربما انا كنت ادوي والله فوق مني وراها كنتشوف فيها هزيتها والدها ظهرها واجبتها قلت على فاميلتي ابنت خالي كان موتباك يشوف فيها ونعلو فيها لكذبت هالي جابت المسمن هالي جابت البغرير هالي جابت النقاش فرح نبه واحد اليوم اجدرت لي هي قلت لي يا عاد الله دبتي اختي وانا اختك قلت لي وبركي والسوكتير سننتحموا عندك البنيات نكبروها ابنتك هم ابنتي وولدتي هم ولداتك وقلت لي انتختي انا كانت تقول لي اختيتي انا ما كانت تقول هي بنت الناس والله شاهد علي وقلت طريقة الحبابة كانت تقول الفاميلتي هذه بنت الناس كبرنا الولدات قلنا ان نقبروه جبت الاولة جبت الاولة التي هي دبع مية ثلاث الراجل والدها عنده عشرين عام جبت الاولة بركة عدي وكانت تربي معي في الولد وقالتّه معنا وصل إلى العيد نرى أرزعوا في البلاد وضحك ومعنا بشأن للحوال الخير وفاد نرى أرزعوا هذا الكميو جديدما أنهما الأشارين بذلك نقوم بهم وقالهم وضعوا في الزلاج والناس رأيتنا وإمكاننا من الناس الذين يروا فيها يكتبوا في الكومنتره يقول لي ما تذكره أو غلطه ولينا مرى أرزعى، نرزعوا وقالي أرزعوا أن أرزعوا حبيبتي أريد أن يكون هناك فيجامات فلوص بهم ويأتي لدي أخي كلهم في الخارج ويأتي أخي ويأتي أخي ويأتي لديهم هذا كان فرحان يا الله فرحان يقولون أن هذه الحياة لأنها تطلقها وجوج هي مهمة صعبة صعبة مهمة أنا لم أخذت لك الفجوة التي ستشعر بالضرر دائما كان رقعا ويأتي لديه أخي كانت ناجحة أريد أن نجح في هذه الحياة الزوجية في هذه السيد التي أجلت أريد أن نجح هنا تعوني سؤال جاهلة كيف هي الأولاد التي أولى التي أشعرها في الظارة وما يعرفت؟ أريد أن أعلمها الطياب أريد أن أخذها سألت تلتشهر أختي أخي 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 مليونير مات بالفيلة والدار قالوا لي ماذا رأيك؟ جاءت عندي مرتبة أختي رأيها ستعرفوها ماذا معروفة أختي دبا الزلاوي عندها عندها شيئا من الزلاوي سترى قلت لي ما رأيك أن أخذ ابنت محمد العادي الذي هو أخي أنا قلت لي يا أختي مصعب تكون نهار الكبر تخذر بيبتي قلت لي وعود أن نخطبه خليت الدرية في الدار قلت لي نحن نخطبه وحضرنا أمها وحضرنا مرتبة وكانت معنا 16 بلد ودباحة حولها خمسين آلف وقد أخذت الخطبة وقد أخذت معي لدينا شخصية الكبر لدينا أخي سمعت لا أعرفه سأتصور 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 ونحن نمّم سأتصور سأتصور لم تسمعي لا تسمعي هذه الخطبة وقلت الخطبة وقلت أرجعها لدينا تقول لماذا؟ قال لي يا حب سيد الجواج سأتفرقنا قال لي لماذا؟ قال لي لماذا؟ قال لي لماذا؟ قال لي هذا الجواج سأتفرقنا دعي السيدة تبقى بعيدة لأن الجواج لا تريد أن يكمل لماذا؟ 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 قال لي لماذا؟ قال لي لماذا؟ قال لي سأتفرقني مع أمتي أنا أخذها بنتي لا تدخل في جواجها لأنهم صعب لم أريد أن أعطي جوعة لدينا أمته قال لي هذه المقصية الآن تتكلم لأنهم يشفوا فيها قدرت العشاء قدرت المساطل قدرت الحم قدرت كل شيء قدرت الخطبة فإننا ندى وزنا العرس أول عرس لأنه سأقول لك كيف يطلب الناس قال لي كان أن تقريد المؤلمة يطلبوا وقعني شريتهم سأقول لي يا شري سأقول لي هزمها وقد قلت لي سأقول لي يا أخصي سأقول لي يا رابي عزيدي زيني تخيري في السوق تيديل لي خمسين ستين كل ساعة وداز العرس على أحسن مايومان حررت علينا ذاك العرس أنا لم أحضرت جيت بحالتي وابقى مكلت من ذاك البقرة وهذا البنت أعلمتها هو لي الخطبة أعلمتها جايب لي تسكين وتعال الحم ولا معتكين وتبع وضع هل أخل عوتيني في بناتها اللي جعل؟ ها دي تانية تانية غا تخطبها تانية اختيت الولدة ماكملش تانية ماكملش تانية طرزت وخيطت عاديت عادي لي شكل عايش عندك هنا عاديت تانية جاءت الالتاق جاءت الرابعة هي الصغيرة هي هذي اللي دبانا يدكت عيرفيا جنت تقرأت عدي عام قرأت عدي عام كان شيء يعطوا علي الأساتات هيقول لي هذي بسم الله رحمة الرحمة الدرية مش ناش بحالها عندت تلتاشر عام في الإعدادة البنت ترجع لمها قبل ما ترجع لمها قلت لبواها قلت لي هكينو هكينو قلت لي خليت تكمل العام نكملت العام نجحت صوتها جوز طرت الحلوة كسيتها صبتها قلت لعام لاخر بكايدر لك انت يقع لان اخبت على ولدي عندي بالدار راه ربيب قلت عرف ربيب ومعان ربيب اهه مشكلة جيت جيت انا بقى كارير ما من عمجي وانا ربيب شرية الدرس الالفين وثلاثة ما من عام جيت توريا 96 97 والدي بقي دارس خيشة الباك وهي في الإعدادة في القسم الأول في الإعدادة قلت عايشة مع ولداتي قلت عايشة مع ابنيتها ولينا كنمشي ونجيب بعض بضياتها قلت بنيتي العراس ولينا كنعرس ويجوج كي يخضوا البراني مبقاوش كي يخضوا من جيت انايا صاف هنا فرانيت حيثت المشاكل خبت المشاكل للعائلتي يتدخل في الزواج يتهدم لي الزواج تهدموهما ولينا كنبعده وانصحني ولينا كنبعده وانصحني ما هو يالك امتا يكون عندك الصح مع المرة اللولة اللي غادي تفرقه صافي ما بقي تجيب انت الدومة وميدوه معك وغادي يقول لك ساعة حتى الاب غادي يقول لي يعني اباهم اللي هو الزوجت غادي غادي يقول لي مهم 2003 بغيت نشريت انا بحنز الدار الوليداتي خدمت ضرب تامير وعدي ديالي وعندي ديالي وعندي ديالي وعندي ديالي وعندي ديالي قالت على نشريت الدار نتكملت الكاميو في الكريدي قال لي اييك قال لي انا ما عنديش ويالله باني 30 مليون تاعة الكوالا في البلاد ومدخل المغرب الألماني انا واخويا وانا شريطي قال لي افتحكم انتلقيت 25 مليون اتتشار ما وتأتشار ما وانتتحكم الكريدي قال لي ايييك انا فيتم صوبة للكوميرس انتها انتشارك الكريدي انا عطى لك اتشار ما لنقرع نصة 50 % خالص ديالي وخمس ديالي وكريدي بدأك يخلص بدأك الكريدي جبت لبنت الرابعة التي هي في إفريقيا بدأت بنتي كاتب كبر هذه بنتي وصلت 16 عام كنت تعرف الموناها قدر يا بغت البنات وصحابتها قال لي يا جيبي ختت قلت نجيب ختتها جيبت ختتها بركت عديعان قلت يا بغت ندير صالون بغت ندير حلاقة قلت لباقي خلص لتناشرة ما هي قلت لي يا ما نخلص لتناشرة فعبيني منها سأتأتي أمها واحدة ونكرني قال لي يا ما قررت بنتك سأعطيها الخو هناك ما هي المكان سأعطيها الخو سأعطي الخو ويخلص سأعطي الخو ويخلص لكي أمها لا تنكروا حيث المرافل الأخر ونصف عينها أنا المشي بحالي لا تعرف أن تنقل هذا البقار و هذا البلاد و هذا الكوار ينضع عليهم الصداع سلم فيهم أعطيهم ليهم أنا أريد أن أعامي حالي وأريد أن أولادي لم أعدهم أخدهم كل شيء أخدوا ولدها أخدوا ولدها أخدوا ولدها كونوا عناس تبارك الله أعطيتني الخير أنا عندي معك سؤال أخير ستجاوبيني عليه ما هي الرسالة التي تقولي؟ الزوجة المحمد اللي هو رجلك الزوجة الأولى والبناته والولاته تفضلي هذه الرسالة صافي أخذت البنت لديها سلم في المقر سلم في الكوارا سلم في كل شيء سيكون لديك يعمل على رأسه أنا هذه الزوجة في الإمارات عاونتنا قليلا والتي تعاون أمها أي ابنت تعاون أمها لا تكسيم أمها يعني لا يوجد لدينا مشكلة ما الذي يدير؟ كنا نخلص لديك الطريطة لديه النصيب وديه هو أنا نصيبه خالص هل هو رقي يحكمك؟ نصيبه خالص بقينا كمشي وتلجي وجه اللخر اللي منت اللخر سعدوا سنة بيرميدر طنوبي ركبة واحدة الكاتكات تعرف المراملة التي تبدأ تبين شوية فهمتي؟ غادي بالفطور و ركبة واحدة الكاتكات الزرقة و مركبة العروسة كانت ديال الصالون فهمتي؟ لأيين كله معلية أنا بحل لي لم تكن دايرة و لم تكن وليت أنا أسترط الله سبحانه وتعالى ناقشة و أنه ورقت الصورة و أحدا ما عندنا هناك كتبو صفية و أحدا ما عندنا هناك كتبو صفية و أحدا ما عندنا هذا ليس حالي لأربع سنين هذا لأنني أقول لك لأربع سنين فاطنزرة والدها خليفة بنتي ولدت و رد جوجت و ولدت اللخرى هذه اللي هي كبارة فاطنزرة تجوجت و دارت العس و الحق هذه اللي هي تعايرني هذه اللي هي تعايرني والدتها اخمتها بشاريو تعاف العربية تجووا البشاريو والتركور الناس تحل فهم لأحل الحق يلاسفوا مرة الخارج بعيدون أذى اللي ذات الناس بدTraوا محبة في البنان تكي كبرو وال Dinge يدح بأن هؤلاء مرة abroad تركن حقنا فرحة لأن добواudingهم لقد سريعوا Rebusوا حالي Justice operating سالك الصعقة المالاه سنكون في ترس certain سأكون في بل وستط Corin� قالت بنتي الشفور و قالت أنا هي العدوة لماذا؟ حيث تقول لك يشوفوا دكشيف هاري دارت القنق مشتها يصلت اسمنت الافراقية شررت لها بنتها ضار قالنا الله يسخر جات أول مرة عند ابوها قالت يشري لي الضار ابوها قال لي ما تدخلش رأى عندها سابق رأى لقد دخلت وقع شي موشكل سيقول ابوها خلوض ولا دار قال أولا فعلا انتسي بشري للدار فهنا نحن نحن بايد قالت بنتي جاءت مرة واحدة جاءت ولداتها و جاءت رجلها و لم ينشي لها البلاد مالقينفاتة واحد و تحصلت بشكل عام و درهم بطلهم المرة الثانية هي هذه ما غيرت ابنتها الدار سنضمن على الولدك يقول أنه ماذا هو بابوه تنسى قنفاتة يقول لي أحسن الأطيب يقول لي يالله ينعلك الدكتور اللي يزيدي في شريع الملحة اللي مريض في العقل جيال قال لي يالله هذا بلا ما تقدروا به هذا عنده مرض زاد به عنده يالله لارغاتين وهي حاجة اللي بتلتم يدريه دي الشعب كان منعسر في الصبيطار وعندنا أصدقاء في الصبيطار يصوروا ويصافتون لنا كل ليلة احتمل الأستاذ الرياضة لكي يدير رياضة الصديق دينا كيصافت لكي يصوروا يقول هابش عايب هابش عايب ناعس هابش عايب ناعس هابش عايب ناعس وهو ناعس في رمضان وهو هذا الصير لكي يخسر ربع الله في النهار والصبيطار للمحسنين خميز زمانا معروف اخرج الدري لاباس او لم يبقى يضرب كان يضرب انا كنت أقول لي انظروا لا تتعرف أمو والأخواتات الدري لاباس جاءت البنش لات الضار احنا قاعدين مزيان جاءت البنش لات الضار انظروا يتعلم انظروا احنا نوع منهم انظروا 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 يتبغي على السرحة و يتبغي على شبه غنيه لكي يأكله لهم يدوما يتكال و يتبغي قلت لها و والدي لا يبقى هنا و والد البيضاوي يتبغي في الدر بيضا و لم تشغل يقعوه لذا هو شقيقه يقول لي اخوه ولا يتعملون للناس سوف يتعملون في ديالهم بما يتباهم و أنا أخي سلمحت فيه أنا أرغب نعيش عبك تختلفه و نتعرف و نشرب انا كل مرة اهزت راسا ودارت دويرتها وعدك دويرتك وعدك ولداتك لكي ما نبركش والحديث طويل وهذا القصص وسنين وانتي كما انتي صرحتي والرأي العام كيشوف قلتي درتي دلي عليك ودرتي شيء حاجة اللي تخافي ربي ربي فوق منك اشني الرسالة اللي بغيتك الاخير والختم الرسالة اللي بغيتك تقولي اليوم انتي انا رسالة اللي بغيت نقول مؤخرية لا تسيد لا تتمحلوش لا تفرجوش في الناس هذا الشيش ركن شخصية هذا السيد ركن اللي لا يتجوجوه ومحضره لا يتجوجوه هذا السيد ركنه في البلد لا يقولوا اسميته انا سيشوفونه وسيبكيبنه يقول له بابا هذا السيد ركنه كرصت وبناته بنات وكرصت واذا البنت مليت تعود اباها تشتفع لي في اللي فاتو تعيروه تقول لي فلان من تحت واذا عني بنت هم أنفسي أن أ懸ه لكم طيب بنات ونعود لأولاداتهم نحن يحجبني عليهم بشكل ضر وليدياتي وشكل ضر ولاداتي ليس فلذي لا تخيل حق إليها نحن سوف خليناها لهم هي كتقولي ألي صحيح و خرجها يخرج ее و يدخلنا أنا رأيье لا تفرج البلد أنا رأيي بنت درب� وها بنت البلد أنا رأيي برانية على ذلك البلد كيف نحن أعيش في ذلك البلد أنا رأي المحالين وهي محالاتهم أنا أولادهم وهي أولادهم خاصة أن تتلوا في الدراج أدو أحسن الكلام وأحسن الختم شكرا لك أنت أنا هدرت معك من قلبي و هدرت معك بالدليل ديالي و قلت لك داري متدارس و قلت لك متدار الكاميو هذه السيدة اللقيته بسكين عدوا عليه في استيديوه و شايفور أنا اللي قاني بداري و الناس كتشهد و زيدك واحد الحاجة و دي خاصة نتدار عليها يقولوا دارت لي مجازة دار لها مجازة أنا أريد أن أردنا مجازة الأول نحن شرينا مجازة هي دار الشاوي شرينا مجازة سوف ترى مجازة هذا الشيك بسمية 8 مجازة ما هي اسمية الشيك اسمية كنتي ماذا تفوق فيها؟ اسمية كنتي اسمية كنتي الشيك الثاني بسمية 8 ما هي أولدي؟ 20 مليون ما هي دفعنا في هذا المجازة؟ 30 مليون ما هي أولا؟ ما هي أولا؟ ما هي أولا؟ اسمية كنتي اسمية فاطم الزهرسة اسميتي أنا نعم شرينا فاطم الزهرر هذا الموضوع ليك تبقى موضوع النقاش اللي يهمني واش عيب احنا اللي قدرنا واحد المشروع عنه وبنتي الله يوفقك يا رب اللي مهم اللي مهم نعم انا ده ما فهمتها بالمشكيل وفي نفس الوقت الرأيل عم كيستوعب انا كي يلزمني الحياد وفي نفس الوقت عطيتيني القصة من الاول تل الاخير دينا ودورك والرأيل عم وصاحب القارة في الاخير الله يسترك المهمتي مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا الزوجة الثانية حوار مطول وشيخ كذلك تناقش الموضوع بدقة كيفية معالجة الموضوع من الزاوية الاولى اللي هي كانت السبب في اللقاء دياله محمد اللي تزوج بها من بعد كيفاش كانت صيلة دياله بالزوجة الاولى والابناء دياله مشاهدين الكرام الجزء المقبل غادي نشوفو اليوتيوبر في الطومة اللي عدد كبير من المغاربة عندها متتبعين كيتبعوها اللي هي الابنة ديال الزوجة الثانية وديال محمد غادي نشوفو معاها بجموعة من نقاط في الموضوع تبعو معايا اشتركوا في القناة